مجالات الإدارة يمكن تقسيم قطاعات المجتمع من حيث الإشراف عليها وإدارتها إلى قطاعين القطاع العام والقطاع الخاص القطاع العام ويشمل المؤسسات الخدمية والإنتاجية وتشرف عليه الدولة ويمارس فيها الإدارة العامة وتسعى إلى تقديم قدمة لأفراد المجتمع مثل التعليم والصحة والقيش إلى آخره القطاع الخاص فملكه رجال الأعمال من الأفراد والمؤسسات ويمارس فيها إدارة الأعمال وتشمل المؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية وتسعى إلى الربحية يقصد بكلمة العامة في الإدارة هنا أي الإدارة العامة بأنها حكومية وذلك تمييزاً للإدارة العامة عن أنواع الإدارات الأخرى ومن نتائج ارتباط الإدارة العامة بالسياسة العامة للدولة نقد أن الإدارة مطالب دائماً بأن ينظر إلى مدى ارتباط عمله والنتائج المترتبة عليه بالأهداف العامة المقررة في الزمان ومجتمع معين هذه الحقيقة تظهر لنا ثلاثة اعتبارات هامة يتعين العاملين بالإدارة العامة أي موظفية الدولة مراعاتها والحاسة عليها الاعتبار الأول الحاسة السياسية بمعنى أن يمتد تصوره وفكره واهتماماته إلى استكشاف الأبعاد السياسية للموضوعات والقرارات والمشكلات التي تعرض عليه الاعتبار الثاني الصالح العام لابد من مراعاة الصالح العام لجميع القرارات التي يتقذها العاملون في هذا المجال الاعتبار الثالث العلاقات العامة الطيبة فلابد من الحص الشديد على إقامة علاقات عامة طيبة ومستمرة بين منظماتهم وبين الجماهير الذين يتعاملون معهم أنواع الإدارة ونشير إلى الإدارة العامة الإدارة العامة على أنها مجموعة من الأعمال المتشابكة وتمارس وظيفة التقطيط والتنظيم والمتابعة والتوجيه والتقويم والتي تتكامل فيما بينها لتحقيق غرب مشترة قبل أن نشير إلى الإدارة التعليمية هناك مصطلح يرد في كثير من المراجع وهو مصطلح الإدارة التربوية وهو مصطلح أشمل من الإدارة التعليمية وموقعها بين الإدارة التعليمية والإدارة العامة بمعنى أنها تعاد يعني فرع من الإدارة العامة وتعرف الإدارة التربوية بأنها تنظيم جهود العاملين وتنسيقها لتنمية الفرد تنمية شاملة في إطار اجتماعي متصل بالفرد وبذويه وبئته أي أن وحدة الإدارة التربوية هي النظام التربوي على مستوى الدولة والمجتمع بما فيه من مدارس ومؤسسات تربوية وخدمات تعليمية وصحافة وإعلام وغيرها أما الإدارة التعليمية فتعتبر مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها كل مستويات الثلاثة الإدارة على المستوى القومي أو الوطني وزارة التربية والتعليم أو من سما كان سابقا في وزارة المعارف المستوى المحلي إدارة التعليم أي الإدارة العامة للتربية والتعليم على مستوى المنطقة أو إدارة التربية والتعليم على مستوى المحافظة والمستوى الثالثة المستوى الإجرائي وهو يطلق على الوحدة المدرسية أو الإدارة المدرسية لتحقيق الأهداف المنشودة في التربية آخر مستوى هو الإدارة المدرسية ويقصد بالإدارة المدرسية جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة والعاملون معهم من إداريين ومعلمين ومستقدمين وغيرهم من عدل تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرسومة تشترك الإدارة العامة والتربوية والتعليمية والمدرسية في عدة عناصر هي التخطيط، التنظيم، التوجيه، التقويم إذن هذه العناصر هي عناصر مشتركة وهي وظائف وهي أحيانا يطلق عليه عملية هي مشتركة بين كل أنواع ومستويات الإدارة هذا مخطط وضع أنواع الإدارات ومستواها هي للتوضيح الإدارة العامة وهي أوسع إطار وتهتم بالشأن العام وتضع السياسة العامة للدولة على مستوى البلد الإدارة التربوية وتعني بتنمية الفرد من جميع النواحي سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية أو ثقافية المهم أنها تحرص على أن هذا الفرد الذي تركز عليه ينتمي إلى مجتمعه وإلى قيمه وإلى عقيدته الإدارة التربوية وهي تمثل يعني جزء من الإدارة التربوية وتهتم بتنفيذ السياسة التعليمية داخل البلد الإدارة المدرسية وهي معنية بتنفيذ السياسة التعليمية على مستوى المدرسة أو الواحدة التعليمية كثير من الكتاب يشير إلى الإدارة الصفية كإدارة أو كمستوى أدنى من الإدارة المدرسية هذا مخطط يوضح مستويات الإدارة وكيف تختلف فيما بينها من حيث العموم والخصوص يعني من الإدارة العامة تعدي أشمل الإدارة إلى الإدارة الصفية وحدودها وسلطاتها محدودة بالفاصل الدراسي اشتركوا في القناة